الانضباط والعقاب عمارة حقوق الإنسان من سجن أبو غريب إلى سجن جوانتانمو ناهيك عن السجون السرية السيئة السمعة التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية خارج الولايات المتحدة جميعها قام بتصميمها مهندسون معماريون محترفون ثم يتساءل البعض لماذا المعماريون بحاجة لوجود قسم أبو قراط خاص بهم لمنع انتهاكات حقوق الإنسان يعتقد معظمنا أن الضوابط المعمارية وضعت لضمان سلامة مستخدمي الأبنية فقط ولكن ماذا لو أن الضرر الذي يسببه المبنى ليس بسبب خطأ في وظيفته أو إنشائه بل لأن المبنى يقوم بوظيفته تماما على النحو المنشود هل يعد تصميم مبنى يسهل انتهاكات حقوق الإنسان انتهاكا بحد ذاته؟ وما هي مسؤولية المعماري؟ هذه الأسئلة تمثل مركز النقاش الدائر حاليا حول اشتراك الهندسة المعمارية في تصميم السجون يمثل حوالي 2.3 مليون سجين أمريكي أكبر نسبة من المجتمع الإجرامي خلف القطبان في العالم مما يجعل عملية إدارة وبناء السجون صناعة ضخمة الإعدام والقيام بالسجن الانفرادي لفترات طويلة منتشر بشكل كبير وبنفس الوقت يتعرض لانتقادات على نطاق واسع منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة تدين ممارسات الولايات المتحدة مثل العزل والتي يمكن أن تلحق ضررا على الصحة العقلية والبصرية طويلة الأمد للفرد وذلك في غضون السابع في حين قامت المملكة المتحدة ومن ثم الاتحاد الأوروبي بحضر تصدير الحقن القاتلة إلى أمريكا على أمل الدفع بها لإعادة التفكير في موقفها من عقوبة الإعدام ويقوم العالم بتجديد موقفه الرافد للعقوبات الجزائية الأمريكية إلا أن المهندسون المعماريون يشاركون في بناء سجون جديدة بما فيها من غرف الموت وزنزانات العزل المصممة خصيصا لانتهاك حقوق الإنسان تستحق الجمعية الأمريكية للمهندسين المعماريين الثناء لما يحتويه نص أخلاقياتها من اشتراط على أعضائه يقول يتوجب احترام حقوق الإنسان في جميع المساعي المهنية وبالرغم من الضرر الحاصل لحقوق الإنسان بواسطة مشاريع الاعتقال الأمريكية في جوانتانمو وبولندا ورومانيا وأمريكا نفسها إلا أن باقي البلدان الناطقة بالإنجليزية لا يوجد فيها مثل هذا الموقف الواضح لا من الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين أو الجمعية الأسترالية للمعماريين ولا حتى القانون المعماري الكندي أو الاتحاد العالمي للمعماريين يتضمنون في نصوص أخلاقياتهم مثل هذا الموقف وعلى الرغم من الموقف القوي لجمعية الأمريكية للمعماريين إلا أنه لا يبدو كافيا لتوجيه المعماريين للوقوف في وجه العملاء الذين يطلبون مساعدة تصميمية تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ظهر مفهوم حقوق الإنسان لأول مرة في عام 536 قبل الميلاد عندما غزى سايروس العظيم مدينة بابل وقام بتحرير العبيد مولينا أن جميع الناس لهم الحق في اختيار دينهم وأنشأ مساوات عقية في القانون الفارسي القديم معاهدات حقوق الإنسان المعاصرة نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وكانت آليات لحماية السكان من الأذى من قبل الأنظمة التعصفية وعلى الرغم من أن الحكومات الغربية اليوم تبدي ميلاً لمقاومة الرقابة والمساءلة الدولية إلا أنه في البداية كانت حقوق الإنسان مصدراً للفخر الوطني ودلالة على الرقي الدبلوماسي المجتمع المدني كان لفترة طويلة حصناً لقوته والمعماريون كما المهنيون العاملون ضمن المجتمع المدني يرون أن حرياتنا ومستوى رفاهنا يصعد ويهبط من شخصاً لآخر حقوق الإنسان لا تطبق فقط في حالات الأزمات الدستورية إنما في كل وقتاً من الحياة اليومية حيث العمل المعمري يتم بشكل عام يجب على المعماريين أن يكونوا منتبهين إلى الأبعاد الأخلاقية لمشاريعهم ليتجنبوا ما وصفته المناظرة السياسية هانا أرندت بابتدال الشر ذلك المسار الخفي بدءاً من قبول مشروع مشكوكاً فيه أخلاقياً إلى أن تصبح على معرفة كافية بعميل إشكالي وبعدها يتوقف الشخص عن الاستفسار حول برامجهم جميعها كيف يتوجب على مهنة العمارة الاستجابة لهذا؟ حالياً إن مجموعة المعماريين والمخططين للمسؤولية الاجتماعية تقوم بتقديم التماس إلى الجمعية الأمريكية للمعماريين لتعديل ميثاق الشرف ليتم تحديداً حضر المعماريين الأعضاء من تصميم فراغات تهدف إلى انتهاك حقوق الإنسان الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين لديهم قوانين مماثلة في صلب أنظماتهم المهنية ويجب أن يتضمن التعديل من قبل الجمعية الأمريكية للمعماريين عواقب دولية معماريون سجون الأمريكية يتم مقاداتهم حالياً من قبل الحكومات الأجنبية وبالأخص حكومات الدول المتقدمة الهدفة لتبني تصاميم سجون عصرية سجن أبو غريب العراقي والذي هو موقع للعديد من الإعدامات الجماعية في عهد صدام حسين وحالات التعديب السيئة من قبل عناصر الجيش الأمريكي تم تصميمه من قبل المهندس الأمريكي أدموند وايتينغ وبني بواسطة المقاولين البريطانيين في أواخر الستينات من القرن العشرين ومنذ ذلك الوقت عملت الشركات الأمريكية في المكسيكي وكولومبيا والإمارات حيث مفهوم جناح الاستجواب موجود في موجز الهندسة المعمارية حالياً وربما يدرج غداً من قبل منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch السجون السرية السيئة السمعة التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية خارج الولايات المتحدة بنيت عام 2003 باستخدام الزنزانات الجاهزة لشركة ستيلسال بولدوين جورجيا والتي قامت أيضاً بتوفير زنزانات لبناء مركز الاعتقال المدان عالمياً في خليج جوانتانامو باستخدام التصاميم المقدمة من قبل المعماريين والمهندسين الأمريكيين المهندسين المعماريين الأمريكيين بقيادة الجمعية الأمريكية للمعماريين اتخذوا موقفاً قوياً لاتخاذ خطوة تدفع بالإجماع الأخلاقي للمجتمع إلى الأمام الأشخاص المسجونون هم مجموعة يصعب الدفاع عنها باستثناء المسجونين ظلماً مما يدعو الاستغراب نسبة كبيرة في أمريكا وحتى من المحكومين بالإعدام حيث تتلقى قضاياهم معظم التدقيق السجناء قاموا بتخطي القوانين وغالباً قاموا بإيذاء أشخاص آخرين وأحياناً بشكل مريع لكن حقوق الإنسان الخاصة بهم ليست حول جرائمهم بل لحماية المجتمعات من الوقوع تحت حد أدنى من اللياقة ولضمان أن نستمر بأن نهدف إلى أعلى الآمال قال باراك أوباما بحق نيلسون ماندلا لقد كان يكافح من أجل حرية السجناء لكن أيضاً من أجل حرية السجانين عندما يقوم المعماريون بتصميم السجون فإننا لا نتحمل المسؤولية فقط عن ظروف السجناء والحراس داخلها وإنما عن حالة الحرية لكل شخص خارج السجون أيضاً المشرعون والحكام العاملون في السجون يتحملون المسؤولية الكبرى عن ظروف السجن فبعد كل شيء أي غرفة يمكن أن يتم استخدامها لتعذيب شخصاً ما وليست فقط تلك المسمات السجن الانفرادي العبء الأخلاقي على المصاممين ضخم جداً ليتحمله المعماريون بشكل فردي أو كمؤسسة ولهذا السبب يجب على الجمعية الأمريكية للمعماريين التحدث بوضوح وقوة لصالح حقوق الإنسان تجاهل المشاريع التي من الممكن أن تنتهي كحقوق الإنسان خطوة هامة نحو رؤية لعالم من المساوات والرخاء العالم نفسه الذي يناضل المعماريون لبنائه كل يوم شكراً لحسن استماعكم شكراً للمشاهدة